إعصار دانيال القادم من تركيا وبلغاريا واليونان ضرب ليبيا تحديدا مناطق الشمال الشرقي منها وخلف أضرارا مدية وبشرية جسيمة في عدد من القرى والمدن بلغت سرعة الإعصار سبعين كيلومترا في الساعة وتسبب في ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط إلى أكثر من أربعة أمتار كما أتى على مناطق عدة في شمال الشرقي الليبي كارثة غير مسبوقة تمر بها مدن درنة وسوسة والبيضاء والمرش وبنغازي ومنطقة الجبل الأخضر ومناطق أخرى بسبب تواصل الفيضانات وغزرة الأمطار ما جعل السلطات الليبية تعدها مناطق منكوبة بيد أن درنة تعد الأشد تضررا والسبب يعود إلى انهيار سد درنة والسد الكبير الذين يمتدان على طول وادي درنة انهيار السدين سارع في تدفق سيول أكثر نحو المناطق السكنية ما خلف عددا كبيرا من الضحايا والمفقودين والعدد مرجح للارتفاع بقدر ما خلفه إعصار دانيال من خسائر بشرية ومدية كان له أيضا تأثير على جغرافيا ليبيا وتضاريسها والأمر نفسه على كامل المنطقة صورة ستتضح أكثر بعد حصر الدمار الذي خلفته هذه الكارثة